عبر وسيلة وحيدة لتوفير المياه في قرية البحر شرقية دير الزور يملأ نهار سطام خزان منزله بعد شرائه المياه ذلك بسبب انقطاع المياه عن القرية منذ ثمانية أعوام والله جاعد الروح نجيب صهريج المي بتسعة تلاف فرغة والله ندق عليه اليوم يجينا نوبات اليوم نوبات يجينا بعد نهارين نوبات يجينا بعد ثلاثة والله والوضع تعبان هو والله جاعد تجينا أمطار نوبات بيام الشتاء تجينا أمطار والله المي ملوث نهارين ثلاثة نشرب يصير صابي ونشربه غلاء في أسعار مياه الصهريج إذ يصل سعر الصهريج الواحد إلى تسعة آلاف ليرتين سوريا بالتزامن مع تلوث هذه المياه بحسب السكان الذين لم يكفوا عن المطالبات والمناشدات للسلطات المحلية علها تجد حلا ينهي معاناتهم محطة وحيدة للمياه في المنطقة تحتاج إلى جميع الخدمات من كهرباء ومحروقات وصيانة لضخ المياه إلى منازل المدنيين ولا سيما أن نهر الفرات لا يبعد عن القرية سوى كيلو متر واحد بحسب مدير محطة المياه بدنا محطة ثانية إذا لم تشتغلت محطة ثانية فلا ستتغذى البحر من ناحية المياه المحطة تحتاج لصيانة عامة وبيعنا الشبكة الشبكة طبعا معطرة بسبب الإزمة اللي صارت بضرباتين وهناك في عطل بالسكورة قرابة خمسة وثلاثين ألف مدني يعانون من انقطاع المياه عنهم من سنوات لتزيد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية من مأساتهم في ظل تجاهل من السلطات التي تسيطر على المنطقة للإجابة عنها